ينهمك رمضان بإتمام عملية حجوزات لسياح أوروبيين في فنادق يديرها بمدينة بودرومب في ولاية مغلاء التركية رمضان يرى إقبالا منقطع النظير من السياح الأوروبيين لقضاء فصل الشتاء في تركيا بدأنا باستقبال الحجوزات لشهري أكتوبر ونوفمبر في العموم نلاحظ أن هناك حجوزات لمدة شهر أو أكثر أعتقد أننا سنشهد كثافة حجوزات أكبر لشهري يناير وفبراير الآن الحجوزات لدينا بلغت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السنة الماضية أغلب السياح يأتوننا من ألمانيا وهولندا مسؤول السياحة في تركيا يتوقعون إقبالا أوروبيا على الاستقرار في كبرى المدن التركية خلال فصل الشتاء بسبب مخاوف من أزمة توريد الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا معظم الفنادق في اسطنبول وأنطاليا وإزمير ومغلى أكملت استعداداتها لموسم السياحة الشتوي والإقبال ليس فقط على الفنادق بل على الشقق السكنية أيضا ويرى خبراء أن تفضيل الأوروبيين للتركيا شتاء على غيرها من الدول يعود للتقص المناسب وانخفاض أسعار حجوزات الفنادق والشقق المفروشة بعد انخفاض قيمة الليرة التركية مقارنة بالعملات الأجنبية الآن تركيا هي الأرخص والأنسب بنسبة للأوروبيين إذا تحدثنا عن الأسعار فتركيا هي الأرخص مصر والمغرب هما منافسان لتركيا لكن السياحة في مصر خلال الشتاء تزيد عن تركيا بضعفين في تركيا هناك وضع مختلف للسياح خصوصا في الشتاء حيث التقص الدافئ والمواقع الأرخص وتوافر الرحلات الجوية الرخيصة استقبلت تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بحسب أرقام رسمية 16 مليون وخمسمائة ألف سائح حيث تشير التوقعات إلى موسم سياحي استثنائي وفق المؤشرات الأولية تبدو تركيا على موعد مع أفضل موسم سياحي شتوي منذ فترة ما قبل وباء كورونا طبعا تريد أنقرة الاستفادة من عائدات السياحة لتخفيف وطأة تضخم والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد